هذا وتكثف المرشحة الديمقراطية كاملة هارس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب جهودهما في عدد من الولايات خلال حملتهما الانتخابية كاستعداد للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر الجهري وتحتل الولايات المتأرجحة اهتمامات مرشحة الرئاسة الأمريكية خاصة وأنها تلعب دورا رئيسيا في نتائج الانتخابات في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات الأمريكية على قدم وصاق تسيطر حالة من الضعر والخوف من تكرار سيناريو عام 2021 والإطاحة بالديمقراطية التي تشدقت بها واشنطن مرارا وتكرارا الصورة الذهنية لقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات من الآن حينما خسر أمام نظره جو بايدين لا زالت محفورة في أذهان الأمريكيين إلى يومنا هذا هذه التخوفات كانت بمثابة الشرارة لأخذ الحيطة والحذر ووضع تأمين أمني مكثف ومجهز للتعامل مع أية حالات عنف خلال هذه الانتخابات التي تواجه فيه كاميلا هاريس عن الحزب الديمقراطي نظرها ترامب مرشح الحزب الجمهوري الانتشار الأمني في الولايات المتأرجحة على أعلى مستوى يأتي وسط ترقب من السلطات الأمريكية خشية وقوع أية أعمال شغب أثناء سير العملية الانتخابية أو حتى بعد إغلاق وفرز صناديق الانتخابات لما لهذه الولايات من أهمية بالغة في حسم الانتخابات وتعد نقطة ضعف أو قوة لكل المرشحين وصبق أن ادعى ترامب وجود تزوير وغش في الولايات المتأرجحة مثل بن سليفانيا ما أدى إلى اندلاع المزيد من الاضطرابات وأمام المقر الرئاسي تقام الحواجز الأمنية لقطع طريق مؤدي إلى إحدى الساحات كما وضعت حواجز خلف البيت الأبيض في ظل تخوف من اندلاع احتجاجات وما يثق الكهل السلطات الأمريكية أمنيا الأحداث الجو سياسية كالحرب في قطاع غزة والتي تضيف طبقة من التعقيد قد تؤدي إلى عنف سياسي كما أن القضايا الشائكة كالهجرة غير الشرعية وحق الإجهاد من عدمه والتغير المناخي وتقييد السلاح والتضخم والاقتصاد من نقالة الخلاف في الملفات الانتخابية للدموقراطيين والجمهوريين وتعد هذه القضايا من أبرز اهتمامات الأمريكيين التي قد تحرق سلوكهم الانتخابي وتعزز في ذات الوقت المخاوف من اندلاع تظاهرات يصعب السيطرة عليها